شارع وحيد أو بالأصح سوق شعبي هو كل ما تمتلكه آصمة محافظة تعاقبت عليها إدارات محافظين كثر لكنك لم تلمس أي تطور أو تغير هنا الحزم قلب محافظة الجوف المصاب بالأمراض والأوبئات الفتاكة التي يعاني الناس من احتياحها لحياتهم مؤخرا نتيجة تراكم النفايات داخل التجمعات والأحياء السكانية للأسف الشديد أن القمامة تتراكم في محافظة جوف خاصة بمدينة الحزم مركز المحافظة بشكل رهيب جدا وهذا هو أكثر مدلول وهذا هو الذي يسبب الانتشار للكوليرا وهو عدم نظافة وعدم وتراكم القمامة بيئة خصبة لانتشار الأوبئة هكذا يبدو واقع الحال في هذه التجمعات المأهولة بالسكان ولأسباب أهمها الغياب الرسمية والتجاكل غير المبرر من قبل السلطات المحلية لحماية البيئة وتفعيل دور صندوق النظافة الذي لا أثر لدوره أو وجوده حتى الآن صندوق نفايات على الأقل أو حتى سيارة خاصة بتجميع ذلك هو ما تفتقر إليه هذه المناطق السكانية رغم الإرادات التي يتحصلها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة والتي تذهب إلى جيوب مجهولة يعلل البعنيون ذلك لأسباب أهمها عدم وجود صندوق خاص بالنظافة منذ 2016 يدخل المقاومة الشميلة الآن غاية لا يذكر أي دور عدا سيارة الأشخاص العامة وهي تالفة إنما أصحاب الخير أصحاب الخير الذين يقوموا في إصلاح حوصيان التع في هناك مبالغ الآن تسمى من اسم التحسين لا يعتمدها ريال حولنا بمبلغ رفض أمين الصندوق النصرفة 150 ألف شهرية تركم النفايات وانتشارها داخل الأحلاء السكنية خطر يهدد يوميات المواطنين في محافظة الجوف وينذر بانتشار الأوبئة الفتاكة التي تكون سببا في وفاة عدد كبير من السكان علي الجردي قناة بلقيس الجوف